بدأنا في محاضرة المرة الماضية في أنواع الاختزازات والأشكال التي يمكن تعرض لها الاختزازات كيف ممكن تصير عندي اهتزازات ميكانيكية والسيستم اللي ممكن يصير فيها اهتزازات ميكانيكية ودرسنا أو حكينا أنه إحنا اللي بندرسه هون في الـ Vibration هو عبارة عن One Dimensional Vibration يعني الاهتزاز فقط في اتجاه واحد لا يوجد اهتزاز في اتجاهين تمام؟ هذا اللي كنا نشتغل فيه أو اشتغلنا فيه من المرة الماضية فبالتالي هون عندنا لما يكون اهتزاز معظم الأحيان بيكون يا أما بـ X يا أما بـ Y يا أما بالاتجاه X بالاتجاه Rotational أنا راح تأخذوا شيء اسمه Rotational أو مش أنتوا الطلاب ميكانيك بأخذوا شيء اسمه Rotational Vibration تمام؟ الآن اشتقنا المعادلات السابقة عملنا Partial Differential Equation في الـ X في الـ Y في الثيتا كمان فبالتالي عملنا Partial Differential Equation في أكثر من اتجاه وحكينا أنه Partial Differential Equation تمام؟ بيكون فيها هاي بنسميها Second Order Homogeneous Linear Differential Equation شو بتعمل؟ Describe the motion of the system تم صف حركة السيستم بالضبط طيب الآن هذه المعادلة وجدنا أنه هذا بيكون رقم عبارة عن رقم هاي Y double dot أو X double dot أو theta double dot هذا بيكون عبارة عن رقم بنعوضه يعني نوجد هذا الرقم ومن خلال إيجاد هذا الرقم شو بنوجد؟ بنوجد كم؟ The frequency شو اسمه أي frequency؟ اسمه Natural Frequency حكينا Natural Frequency هو The frequency بيعتمد على السيستم نفسه هو كأنه التردد الطبيعي للسيستم تمام؟ الآن رح نشوف إن شاء الله في محاضرتي وفي نهاية محاضرتي يوم إنه التردد الطبيعي للسيستم رح يقابله تردد القوى الخارجية تمام؟ احنا بدنا نضلنا على مين؟ على Free Undone Vibration حتى نخلص حل الأسئلة طيب Free Undone Vibration بتكون عندي معادلة Second Order Homogeneous Differential Equation بدنا نشوف إحنا كيف بدنا نحل هاي المعادلة يعني هذا عبارة عن الديناميكس بدنا نشوف كيف بدنا نروح على الماثماتيكس إن شاء نحل هاي المعادلة تمام؟ فبالتالي أنا عندي أكثر من طريقة حل المعادلة ولكن كلها تصب أو تؤدي إلى شيء واحد ألا بنحكي شوه الآن تذكروا صار عندي أنا أكثر من معادلة أو يعني differential equation اللي طلعت عندي مني شوه اسمو؟ Undamp Free Vibration شو طلع عندي معادلة X طبل دوت بلس Y N نوميغا N سكوير X بدنا تساوي صفر أو طلع عندي معادلة أخرى يعني نحن اشتقنا نتلات معادلة مرة ماضية يعني ممكن تكون في أكثر من اتجاه بس إحنا حكينا في هذا الكورس فقط في اتجاه واحد ندرس يعني أما هذا أو تحت أو طبعا ممكن في بعض السيستمز تكتب له Vibration في أكثر من اتجاه ليش؟ أو يعني هي نفس المعادلة بس بتحول إلى اتجاه آخر ألا بنحكي عنها في نهاية السؤال الماضية اللي بندرس theta double dot plus omega n square theta بتساوي صفر كمان مرة تيجي تقول لي أوميغان بتساوي جذر K على M لكل الحالات هذا غلط تمام؟ هذا big mistake غلط كابل أوكي؟ ليش؟ لأنه رح نشوف حالات أصلا ما رح تعتمد على KM لو شفناها المرة الماضية الأوميغان كانت عبارة عن جذر G على L اللولة البندول يوم اللي كانت حركة رح نحلو كمان شوية كمان فبالتالي ليس الشرط إن تكون K على M ميني السيستم الوحيد اللي بيعطيني K على M زي هيك spring و block spring أو أجا كان هيك هاي spring عندي هاي block مثلا أو بدك يا باتجاه ثاني هاي spring وهي هون block for example كيف ما كان بس يكون عندي mass و spring بيكون استخدام خانون أوميغان كي على أم صحي ولكن ربما بعض الأحيان يكون عندك two spring ربما بعض الأحيان هون يكون spring من الجهة الأخرى فتالك تدير بالك كيف بدي يكون spring بالضبط راي فيعني spring عندك مش دائما شو ما له مواضح كيف حال فبالتالي هذا الموجود عندي خلينا الآن نشوف كيف بدنا نعمل أو نحل هاي المعادلة بدنا نروح على الماثماتيكس أو الرياضيات كيف كنت تحلوا هاي المعادلة بالضبط هذا عنده فكرة كيف كنا نحل هاي المعادلة كنا نحكي نفرض في عندي الحل يا أما اكسبونانشل يا أما ساين ويف تمام الاكسبونانشل كنت تحكي النواي مثلا أو اكس شو بتساوي اكس بتساوي لمدة اي لمدة ت تمام وتشتق قمرتين وتعوض وين في حد المعادلات فكانت تطع معاك لمدة سكوير اي لمدة ت بلس اوميغا ان سكوير اي لمدة ت تحكي انه لمدة بتساوي اوميغا ان تمام او لمدة بتساوي ماينس اوميغا ان او رايت فبالتالي هاي الحالتين اللي كنت توجد او كنت تحكي انه الفنكشن عبارة اكس في ت بتساوي ا ا لمدة ت بلس ب ا ماينس لمدة ت تمام هذا اللي كنه نعمله بالضبط لكن في طريقة أخرى أسهل من الإكسفونانشل طيب شو اللي بربط الإكسفونانشل مع الصين والكوسين حدا بتذكر قانون هيك شي أخذته بالماثماتيكس بربط الإكسفونانشل مع الصين والكوسين في شي اسمه Euler Equation كانت تحكي لك الصين X بتساوي E-X-E-X-I أو مش مذكر أنا قانون على 2 شو آي هاي الكمبلكس نمبر فبتالي هون أنا أستطيع أني بكل بساطة أربط الصين والكوسين تمام بالإكسفونانشل ها بدنا نشوفه في السكشن اللي بعدي وين السكشن اللي بعدي بالضبط آخر السكشن ندرسه ليش لأنه رح يكسير عندي كومليكس نمبر وفولس فبالتالي رح نحل بطريقة مختلفة على كل الأسهل من هيك معادلات مثل هاي بحلوها بطريقة أسهل اللي فيه بتكون هون X-Double-Dot وX لحالها يعني ما فيه بيكون X-Dot معهم تمام؟ شايفين هون معادل X-Dot أو Y-Dot أو Theta-Dot ما فيه الأسهل أنه نفرض أنه Solution X-T بتساوي A-Sine-Omega-N-T بلس B Cosine-Omega-N-T تمام؟ هاي المعادلة اللي إحنا رح نستخدمها هاي هي طريقة الحل طب شو رايكم نتأكد؟ كيف نتأكد شباب؟ أعمل لـ Double Integration شو بتصير؟ A-Omega-N-T طبعاً هون Negative لأنه بشتق مرتين Sine-Omega-N-T بلس أو ماينس بـ Omega-N-T وسine-Omega-N-T وين باجي بعبوضها؟ بالمعادلة فوق خلينا نشوف شو بتصير أي معادلة منهم؟ احنا بنحل X هي نفسها واي هي نفسها تيتا في هاي المعادلة فبتصير معادلة منس A-Omega-N Sine-Omega-N-T طبعاً تربيع بـ Omega-N تربيع وسine-Omega-N-T منس إيش أفاً بلس Omega-N تربيع في A Sine-Omega-N-T plus B وسine-Omega-N-T هل بتساوي صفر؟ خلينا نشوف بتساوي صفر؟ طبعاً هاي واضحة بتساوي صفر هاي تختصر مع هاي وهاي تختصر مع هاي هاي بتساوي صفر إذن إحنا شو نوع اللي بدأ أحله أنا هون؟ بدي أستخدم مين؟ بدي أستخدم معادلات اللي هي السين والكوسين لهذا الحل طب إذن الجنرال solution للإكواشن اللي هي بشكل عام X dot ولا Y dot اللي شفناها قبل شوي أو اللي اشتقناها المرة ماضية هو عبارة عن X of T بدها تساوي A sine sine omega n t plus t cosine omega n t طب برأيكم هاي المعادلات الشيء يا شباب sine ولا cosine معادلات Sinusoidal Equation أو Sinusoidal Response معادلات Sinusoidal Response تمام طيب هذا اللي عملنا بالزبط الآن برأيكم شيء ما هي قيم A و B شيء قيم A و B A و B قيم A و B هو عبارة عن constant بوجده من boundary condition constant بوجده من boundary condition أو initial condition شو initial condition كانت بالسystem اللي اشتغلنا فيه سواء كان هيك أو كان هيك كان إلو مرجع هذا المرجع شو بيعبر تمام equilibrium position هذا equilibrium position لما كنت أنا أضغط spring في الطريقة التالية أو البلوك في الطريقة التالية أضغط هيك أنا شو عملت هون X note أو إذا بدكم هون نسحبه يعني كله نفس الطريقة هاش هي Y note في عبارة عن إشي تاني لما كنت أترك السystem أتركه مثلا from zero velocity فبتكون V note بتسعى وصفر or شو بتعمل ممكن تخلي السystem زي ما هو باللون الأزرق وتركه من دفعة هيك أو بتعطي دفعة زي هيك في V note لا تسعى وصفر فإذاً شو أصبح عندك الآن boundary condition من initial condition تاعته release from list معنات V note بتسعى صفر release from equilibrium position معنات X note Y note أو theta note بتسعى صفر تمام release with initial velocity 0.2 meter per second يعني V note 0.2 meter لكل second تمام هاي هي boundary condition الممكن تكون في أي system عندي تمام فإذاً أنا عندي two constant I need two boundary conditions ودائما لأنه second order differential equation therefore we need two boundary conditions or two initial conditions yeah position ومع velocity مثلا بيكون واحد منهم بتساوي 0 أو 2 معطيات قيم إذا كانوا 2 0 أصلا بيصير vibration إذا كانت X بتساوي X not بتساوي 0 V not بتساوي 0 مع أنتم ما عملنا إحنا excitement system السيستما ما تحرك من مكانه فبالتالي we must have at least one of them is non zero to give and vibrate in our motion vibrate in our motion أوكي عندي boundary condition حكيت إنه في المعادلة السابقة X of 0 بتساوي X not و V of 0 طبعا V X of 0 بتساوي V not خلينا نحل إحنا نشوف الآن X of 0 باجئ بعوض بحكي أوكي ما هي المعادلة X of 0 بتساوي A sine 0 لأن T 0 plus B cosine 0 شو بتعطيني هاي المعادلة بتساوي X not إذا بتعطيني إنه B بتساوي X not هاي واحدة طيب الثانية X دوت خلينا نشتق X دوت بتساوي omega N A cosine omega T minus B أو omega N B sine omega T تمام الآن عود صفر فيهم X dot of 0 بتتساوي V not وبتساوي omega A cosine omega N cosine 0 minus omega N B sine 0 هاي رح تكون صفر إذن A بتتساوي V not على omega N كمان مرة هاي مش للحفظ وهاي مش للحفظ تمام هذول فقط نفرجيك انه من وين اجوا او كيف احنا منتعامل معهم يعني هذا عبارة عن example لأنه كمان شوية ممكن boundary condition X naught تكون صفر او A بتكون صفر فبالتالي ممكن عنده بكل بساطة نشتق بهذه الطريقة إذن شو راح يصير عندي الآن راح يصير عندي X T بتساوي A V naught على omega N sine omega N T plus P عفوا مش B هلأ شو بدل B هحيكون X naught cosine omega N T هاي هي المعدلة تمام هاي إذا أعطاني initial boundary condition بقدر بكل بساطة بقدر بكل بساطة بقدر أوجد شو اسم هذا function the function or the equation that describes the motion of the system تمام أو the body أو the rod أو the block تمام إحنا لحد الآن block تمام يعني هاي المعادلة بقدر أكتبها هيك إذا أنا عندي X بديش X بديت Y بكل بساطة أعمل delete طبعا حسب المعادلة اللي بتطلع معك حسب المعادلة بطلع معك من الممكن تكون Y هاي راح تصير Y note أوكي بكل بساطة طب واحد ممكن يقول عندي أنا theta طب بكل بساطة كما مرة اللي initial angular displacement وهكذا تمام فأنا أكتر من شي ممكن أو أكتر من فورميلا ممكن أكتب فيها المعادلة طب الساين والكوساين الآن منعرف إحنا الساين والكوساين شو العلاقة ما بينهم جينرالي هذه كسانوسايدل دينين منهم واحد كسان واحد ساين شو العلاقة بالعادة ما بين ساين الزاوي وكوساين الزاوي شو كنت تحكو في المدرسة تربية زائد كسانوسايد تساوي هذه صحيح بس في علاقة مباشرة بدون تربية ساين ثيتا شو بتساوي كوساين لمن باي ناك ساين كسانوسايدل اللي مضبوط باي على اثنين كلامك سرين باي على اثنين ماين ساين اذا شو عملت انا هون بالزبط طب شو رايكم نرسم هون عمد حاول اوصلكم لفكرة اللي بدنا نشتق منها معادل تانية هاي ال-x وال-y او عفوا هاي ال-time وهاي الفنكشن يعني x تمام خلينا نرسم الساين كيف نرسم الساين وهكذا وبتكمل خلينا نرسم الكوساين كيف بتكون الكوساين صحيح تمام وهكذا اذن شو هاي الزاوية اللي هون او شو المساهاي هاي بالمعتاد يعني بالساين والكوساين بدون اي فاكتور او كوفيشن بتكون باعة اتنين تمام هاي بدي اسميها انا في تمام كيف يعني وهون الماكسوم بالعادي كان واحد فانا هون شو عملت بالزبط وشو وجدت وجدت انه الساين بنت عمس كوساين بشفت معين شو عملت اذن الكوساين عملت شفت اذن كوساين شو عملت بالزبط او هون ممكن تحكيها في تي منش باعة على اتنين يعني طريقتين صحيحات اوكي شو عملت بالزبط شفت طب مدام الساين عملت شفت اذن هم اتنين نفس طعات قريبات من بعض واحد اتنتين ما اكتبهم بطريقة واحدة نعم بدل ساين وكوساين باكتب واحدة مثلا ساين ولا كوساين فاستطيع ان اكتب اكس بتساوي سي لانه هذا كونسان تجديد لسه طب احكي لكم هذا شو كان واحد اذا هون واحد هون واحد سي راح نشوف الماغنيت يود سي ايش في ساين اوميجا ان تي فلس فاي تمام اوكي يعني بكل بساطة شو ممكن انا اجي اعمل اجي اعمل للكوساين احكي الكوساين بتساوي ساين اوميجا ان تي فلس فاي تمام فالتينين بع بعض شو بصيرو بقدر اوجد ما بينهم علاقة طبعا في علاقة للمثلتات ولكن بقدر اكتب بالطريقة هاي اسهل بصير عندي تو كونستان وين التو كونستان الموجودات بالسيستم بهاي المعادلة هاي اوميجا ان شو التو كونستان الموجودات هون بهاي المعادلة هنا كانت اي بي شو كونستان الموجود هون سي وفاي سي وفاي اذن سي وفاي كونستان دول اصبحوا كونستان نعم ده اجيبهم من الانيش كوندشن كيف يعني بالظبط يعني مثلا بكل بساطة بقدر اكتب اكس اف تي بتساوي عفونا في زيرو اكس نوت سي ساين زيرو بلاس فاي ليش لانو ساين اصفهم شو بتطلع عندي هون سي على ساين فاي تمام بكل بساطة طبعا بتكون معاي اكس نوت وبتكون هاي فاي و سي موجودة زي طبعا هون رح تلاحظ انه عبارة عن بدك تحل معادلتين تمام طيب اللي اش التاني اعمل ليش تقاق لهاي المعادلة شو بتصير بالنسبة للزمن وميقا ان سي كوس طيب خلينا شو بتساوي عبوض لهون صفر شو بتصير المعادلة كوس زيرو كم تطلع كوس هون بتصير صفر اذا كمام مرة بتصير في نوت على عفوا في نوت بتساوي سي اوميجا ان قوس اين في كيف بده حل المعادلتين مباشرة بقسم مع بعض طلع هذيك معادلتين بتساوي سي ساين في فاذا بقسم معادلتين عبعض سي بتروح مع السي فبطلع انا بحل معادلتين واضح وجلي تمام اذا هاي الطريقة الثانية او الفونكشن الثاني اللي بحقق للمعادلة تمام واضحة فكرة عنه هون هذا الفونكشن الثاني اللي بحقق لمعادلة ممكن اكتبها بالكوسين كمان يعني ما في مشكلة اذا ما بدك الساين هون ممكن تكتبها بالكوسين بسم المعتاد احنا لانه اصلا ساين سايدر بنسميها الساين اكثر فالد من الكوسين او اكثر استخدام من بو ساين تمام اذا كمان مرة اصبح حندي سي عفوا الاكس فونكشن بهذه الطريقة ولو بدي ارسمه لو بدي ارسم هذا الفونكشن نرجع الفونكشن نرجع كمان مرة شو كان الفونكشن قبل شوي كانت اكس فونكشن بتساوي سي ساين اوميجا ان تي بلاس فاي واحد قال لكم رسملي اياها رسم فيليغراف شو بتيش تعمل نفس الرسم من قبل شوي رسمها حكاية رسمها طيب خلين نشوف احنا اياكم شي هاده بالزبط هاي عبارة عن فاي طيب شو هاي ماكسوموم فاليو شي هاي شباب لما التايم بكون صفر شو ماكسوم فاليو هون هاي بتكون عبارة عن سي تمام هاي بتكون يعني عفوا مش التان الهون كله هذا بيكون صفر فبالتالي اعلى قيمة عفوا مش صفر واحد لما الصين بكل بتكون واحد هون يعني القيمة تاعت الصين تكون واحد سي بتكون ماكسوم فالسي شو بسميها ماغنتيود فاي شو بسميها شفت انجل او فيس شفت بسموها فيس شفت اوكي فبالتالي هاي محل المعادلات اللي كنا نشتقها في المرة الماضية طبعا هذا عبارة عن ماتماتيكس ولكن احنا بنحب نعطيه لانه هو اصل بدنا احنا بالنهاية نوجد يعني احنا بندرس 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 بنوجد نوجد فالتالي ضروري جدا نكون عارفين هاي المعادلات انا 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 بتوقع ان الجميع درسها في رياضيات الهندسية او ببعرف ما هو دفرانش ال نرجع للسلايدات بنشوف اللي نحكي قبل شوي هاي تلخيص اللي كنت احكي فيه هون بدل X بدل V V V 1 اللي بدك اياه يعني ما بتفرق كتير وهون عبارة عن الطريقة التانية طب الربط ما بين A والB يعني هاي حتى المعادلة هاي مش كتير مهمة انه كيف ربط ما بين A والC تمام يعني هون مقدر يحكي لك انه A بتساوي C cosin phi والB بتساوي يعني ربط بين معادلتين السابقات شفتوا هون هاي معادلة معادلة السابقة تمام زي ما حكيت لكم ويعبارة عن موثلاثات يعني قبل شوين كنت كاتبين omega and T plus phi السين هاي شو بتعمل بتوزعها تحكي cosin phi sine omega and T plus يعني هاي لو بتروح رياضيات رقم حداش من ذلك لهذا القانون بتروح using the sine law for adding to angle بنرجع عكسي تمام ترجع لهاي القيمة تمام هاي الطريقة المستخدمة لا يعطاء function للposition تمام هاي الصين اي عفوا هاي الresponse هنسميها response تمام شباب ال x of t وال y of t هو عبارة عن response للvibration كيف استجاب السystem للvibration بقي محل صار يتحرك بfunction معين هو بالفعل صار يتحرك بـ soidal طيب تذكروا برياضيات ما انه هاي حركة ترددية فبالتالي بتعيد نفسه بنسميها periodic motion تمام نعم في عندي periodic motion اذا لها period وكل فترة بتعيد نفسه فعندي برياضيات الفترة ال one cycle شو بتساوي two buy طيب انا اذا بتعرف كل متى بتعيد نفسه بحكي two buy على omega n بتساوي time شو بسميها هاي time period اللي هي ما بين beak beak أو bottom bottom إذا بتذكروها تمام هاي اللي كنت تأخذ كمان مرة برياضيات the time period between two peaks or between two bottoms طيب شو بتمثل هاد الحكي بال vibration انا فاهم بال signal او بال sine waves بس مش فاهم في vibration كيف بدي افهم او اطبق هاد الحكي على vibration كيف بالضبط بعيد نفسه نرسم لكم السيستم اللي كان موجود عنا ولا نروح على السيستم جاهز سابق عفو اللي هو block و spring وهي واحد منهم هذا هذا السيستم موجود عندي هذا السيستم وين equilibrium point هيا شو رح يصير رح ينزل تحت ينزل تحت وبعدها شماله ورح يرد يرجع هنا كمان شوي ورح يرد يرجع ينضغط تمام بعد ما يرجع ينضغط ينزل لل equilibrium position اذا شو عملت انا هون بين هاي الفترة وبين هاي الفترة شو بسميها time period time كمام كمام هيك شباب هاي الفكرة المقصود فيها period time أو period of vibration انو راح السيستيم مش فقط لما نرجع لل position الاصلي وكمان مع يعني عهد كامل يعني نزل الاسفر رد طلع لفوق ورد نزل ال equilibrium position كمان نفس الشي كنت فهموا في البندوليوم الوسؤال اللي راح نحله كمان شوي البندوليوم شو كان بالظبط كان هون مثلا عندي انا هذا البندول كان هون وين الانيش اللي تركناه بنا نتركه عند هاي النقطة طب شو راح يعمل السيستيم البندول راح يروح هون ورد يرجع وين اعلى شي كمان مرة هون ورد يرجع بالطريق يوصل هون فاذن بين هاي النقطة وبين هاي النقطة هي نفسة هي عبارة عن يعني طبعا الوقت اللي اخذه تراح مشوار هاد ورد رجع طلع اقصى ارتفاع هون ورد رجع هون معناته ايش هذا الTIME اوكي فبالتالي هاي time او period time اللي موجود معانا للvibration اوكي ليش احنا منحتم في الperiod تاعت الvibration رأيكم ليش لما بعمل design بدي احيانا انا بستفيد من الvibration تمام الvibration هاي بدي اشوف كم الperiod اللي بعملها عشان يعمل one cycle مثلا لاداء حكيناك مرة ماضع عن غربة ها الغربة هاي كيف بيعمل vibrating motion فبالتالي بدي يكون مثلا احكي لك بده 5 دقائق وبجهز طب كيف عرف 5 دقائق بالضبط انه عمله طبعا غير الtime عمله انه بالضبط الperiod لكل vibration مثلا 5 second او اقل اقل حتى من 5 second لما يكون الغربة السعية تمام فبالتالي مع هاي كل رجية بعملولك كم بيصير عندك filtration فبالتالي انا بحتاج كم الperiod تاعت ال vibration هاي ضرورية جدا اوكي ممكن احتاجها انا كمان في توليد الموجات احيان انا في بيكون عندي disabilities او او ميش بيكون الضوضاء الضوضاء في الاكوستيكس هاي مهمة جدا كمان الموجات تاعتها ايضا كمان الاهتزازات الموجودة عندنا في مثلا في لا سمح الله في المباني هاي الاهتزازات في المباني ضرورية اعرف كم ال time period تاعتها right وال vibrational time period فكل هاي الافكار احنا ليش نحتاج ندرس time period خلينا نحل عفوا نقوم ان يجي حل السؤال نختم اخر اشي نحكي انه زي سيستم الموجود عندي سابقا طبعا هاي هاي تكملة للسابقة يعني انه مش كتبنا c بتساوي sine omega n t plus phi وهو حكينا من قبل a sine omega n t plus b cosine omega n t هون ربط ما بين a و b اللي موجود هين مع c اللي هو هاي طريقة طبعا وربط ما بين phi مع a و b يعني بتقدر تعمل ما بين الاولى والثاني كمان مرة هاي الاشياء مش لحفظ يعني الاسهل انه انت تبدأ من السيستم اللي بيعطيك ايا اذا خلقك اكتب ليها على هاي الطريقة بتكتبها خلقك اكتب ليها على هاي الطريقة بتكتبها طبعا لا الاستيمation او الاشي السهل جدا هاي الطريقة اسهم لانه بكل بساطة بتعطيك الماغنيتود هون لا بدك تصير تجمع وتضرب وتاخد جذر واشي زي اي وحب اقول لانه رح نسألك كتير هاي ومسؤول يعني مطلوب منه نعرف كم الماغنيتود الاعلى للفايبريشن اقصى بوصلهم او اعلى امبتود الاهتزاز ضرورية جدا كمان للتولرانس هاي للتولرانس انا بعمل ديزاين مثلا بداع طبط الماشين في صندوق تمام معين او تحت مثلا زي الغسلة تحت المجلة مثلا فبالتالي شو بيكون عندك أنا ما بدي تصير ما بتصير ما يكون صغير فتضرب مثلا في مين في الجدران فهاي ضرورية ايجاد ماكسوم or the amplitude احنا بنعرف انو ميجا بتساوي سكوير روت كي على ام طب بتساوي 2 باي على ميجا ام هاي يعني فقط معادلة لانه بينك كيف نربط ها تمام بدنا نعكسها تاوي بتساوي 2 باي جذر كي على ام او ام على كي عفل انو معكسها طيب خلينا نشوف احنا وياكم نفهمها شوي صغيرة هاي المعادلة لان المر ماضي يعني كيف نفهم هاي المعادلة اذا كان الصيف تاع الزومبرك فهم هيك اذا كان خلينا رجع للبلوك هاي البلوك اذا كان الصيف تاع الزومبرك هون عالي اوكي هاي الصيف شو بصير في ال time period شو رأيكم بقل بقل اذا شو معنى هاد الكلام يعني الزومبرك بصير يتحرك باسرع او عفون البلوك بصير يتحرك باسرع اكتر ليش لانه الاستفنس هون عالي وانت بتعرف هجو بزومبرك يعني الاستفنس تاعته قليل وزومبرك الاستفنس تاعته عالي وشوف مين بتقدر تعمله بشكل اسرع مين كان رح تلاحظ انه بتعمله اسرع اللي هو زومبرك الكيت عالي عفون قليل طيب الماس انا اذا كان عندي الماس عالي شو بدي يصير عندي تزيد تمام فبالتالي انه رح يعمل هون عندي ماس فبتال رح تاخذ وقت اطول تزيد تحت رح تاخذ وقت اطول تترجع فهكذا تمام هاي الفكرة هاي الافكار احنا اللي ممكن ندرسها في الموضوع خلينا نشوف الافكار هاي على اسأل بندونيوم هذا بندونيوم اشتقينا معادلته شو كانت معادلة مرة ماضية تيتا دابل دوت فلس جي على ل تيتا بتساوي زير حكينا اوميغا ان بتساوي سكوير روت جي اوفر ال طيب خلينا نشوف بتساوي 2 باي على جي على ال يعكس اللي تحت بتساوي 2 باي على جدر ال على جي تمام طيب خلينا نشوف كم الوقت اللي بدي يأخذ البندول تيرجع على نفس المكان اذا كانت الل عالية شو بأخذ وقت اطول الليش رح يقطع مسافة اكتر تمام ال اذا كانت عالية تاري تعمل لانه راح يصير راح طويل هيك وردي يرجع تمام فطول القوس راح يكون اكبر لانه ال اكبر شو طول القوس وعبارة عن تيتا في كلما زادت ال بزود طول القوس طب كلما زاد المسار شو بصير بالزمن بدنا زمن اطول تمام يعني كلما زاد المسار او طول المسار بات موشن بصير عندي زمن اعلى طب ولي جرافتي بكل بساطة كلما زادت جرافتي شو بصير عندي بصير حركة السيستم اقل التايم بيريود خلينا زيد شو بصير تايم بيريود بزيد ولا بتقل بتقل تمام لانه بصير الجسم عنده جاذبية اعلى فبصير يتحرك بطريقة اعلى عنده انيرجي اعلى لانه الجاذبية مربوطة رح نشوف في الشابتر بعدي بالامجي هج شابتر 18 امجي هج كلما زادت الجاذبية زادت الانيرجي مع السيستم فبصير السيستم معه اكثر بصير ويمشي بطريقة اسرة حدا عنده استفسار هلين نحل هاد السؤال هاد السؤال مختلف عن اللي درسنا بعمل vibration بس بطريقة مختلفة حدا بحكي لك دعود شون ان دف جير بالله هاز نقلب المس and support a 12 kilogram color and at its end if the road is in equilibrium position شون determine the natural period of vibration for the system natural period of vibration for the system كلمة تبع لكل كلمة أو كل معطا عند السؤال بكل كلمة شو معنى نقلب المس كتلة مهمة يعني طب شو بن يعني هذا الكلام مدام أحملنا الكتلة يا طهير في moment of inertia لا ما في في moment of inertia لا ما في لا ما في تمام تمام جيد الآن كيف بد نحل هذا السؤال طلع الكلمة هذول اللي بدك يوم الآن نبدو على ال white board بدنا طلع على كلمة equilibrium from equilibrium position يعني system كان equilibrium قبل ما نعمله i vibration كان ايش هذا ال b او can negligible mass بالتالي خلينا نروح قبل اي شي شو بنا نعمله هنا هاي system عندي اول شي شو بتعمله في system زي هيك زي ما تعلمنا في 17 free body diagram free diagram طيب في vibration تعلمنا نعمله free diagram في المرحلتين ليش لأنه اول شي كان كون بريم بريم بدي نرسم لأول شي في equilibrium position كيف كان او قبل ما نعمل vibration بالزبط كم كان او بالزبط يعني شو الفورس المؤثرة عليه ولما بلا شي عمل vibration شو الفورس المؤثرة عليه وانت ما بين الوايت بول ونحل هذا السؤال بقريب اشترك هؤلاء حيلي عندي هنا بلوك تمام عندي هون ايش مربوط او متبت على جسم عيني هاي كي هون عندي ايش فكس جون هون عندي ماس 12 كيلو جرام عندي هيك طيب شو رح يسير بالسيستم قبل اي شي لما كان اكوليبريوم قبل ما يكون عندي سيستم زنبرا قبل ما يكون عندي ماس ما في تنشين بالزنبراك ما في كومبرشين بالزنبراك الان وضعنا الماس شو صار عندي اكوليبريوم بوزشين شوفي كمان شباب غير الامجي شوفي فورسي ستاني غير الامجي شوفي فورسي ستاني بتاثر على السيستم سبين فورس كمان هذا السيستم بتخيل بدي يدفع على البلوك لتاحد البلوك بدي ينزل ويتاعله تاحد شو بيعمل في سبينج بيعمل له كومبريشن بتاله هو بدي يعمل له يدفع على الورا كل وين رح اكس كي اكس تستاتيك تمام هاي مرحلة اكواليبريوم استميشن مومنت اباوت بوينت بي شو بتساوي كمان مرحلة اكواليبريوم ساو الصفح طب خلينا نحسبها هاي المسافة توقع بوينت 1 هاي المسافة بوينت 2 اذا مش غلطان اوكي وللعكس اهلعكس تمام هاي المسافة بوينت 1 طيب شو بيعمل ساميش المومنت اباوت بي Mg مضرب في ال-point 2 positive ولا negative positive minus .1 مضرب في ال-k x-static بدها تساوي 0 طب كذا شو بصير عندي Mg.2 بدها تساوي .1 k-x-static شو هاي x-static ال-initial compression اللي صارت بالزنبرة قبل ما يعمل vibration من وينها جات تأثير الكتلة تاعة 8 تاعة البلوك هاده موجود هاي في ال-equilibrium هاي equilibrium 100 مية ما في ولا حركة آن بدنا إياه يتحرك شوي شو بنعمل له شو بتحبه كيف نعمل خليه يتحرك بنشين لل-B هي سبور لا 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 هي هاي rotation زي الفصالية ما بيعمل حواليها rotation يعني في المرحلة بدنا إياه يعمل vibration كيف بالزبط انت عندك system ما عمرك شفت هذا system زنبرك وبيندرود هاي كثير في العاب ولا فيه كثير في machines بتلاقي زي هي كيف بكل بساطة ممكن أخلي system يعمل vibration شو رجعكم مع الصورة يعني شو رجعكم مع الصورة يعني شو رجعنا نتوضح لنا الصورة طلع عن الصورة كيف ممكن لهذا system أخليه يعمل vibration هيك يكولي بريوم بعد هو يكولي بريوم ما في عنده مشكلة كيف أنا ممكن أخلي هذا system يعمل vibration لازم أأثر عليه بقوة تمام مش سلطة تكون قوة frequency مترددة ممكن أأثر عليه بإنيشال كوندشن بلاش نحكي initial condition شو الإنيشال كوندشن ممكن أأثر عليه تخيل هيا أمامك بكل بساطة أعطينا إشي معين لو مسكت الماس C رفعتها لفوق شوي شو بسير بسير يهتز طب بلاش لو مسكت الماس C ونزلتها لتحت شو بيضغطت عليه لتحت شو بيصير كمان بيصير يعمل vibration هده هي بس تمام أو أنا جيت ضربت النقطة C بسرعة يعني أعطيتها سرعة مش ضربت أعطيتها إني أعطيتها سرعة شو بيصير يعمل vibration تخيل أنه أنت تيجيك بس تضربها بإيدك عند البلوك عند نقطة C بيصير يعمل vibration تمام أوكي تخلينا ألا تحكي ألا دكتور تخيل طيب خلينا نكمل الآن كيف بدنا نعمل بتحبوا أنه نرفع البلوك C لأعلى شوي ولا ننزل لتحت شو اللي بتحبوه نرفع لأعلى طيب نرفع لأعلى فبالتالي أنا بدي أرسمه بلون إيش خلي أحط بلون أزرق نرفع لأعلى نرفع شوي صغير لأعلى يعني كان صار البلوك هنا كتير هاك صار ونسعناها إذن شو صار في أنحرف بمقدار تيتا بمقدار تيتا تمام يعني عمل كان بمقدار تيتا تمام طب هذا هذا الزنبرا كان على قوة X K X Static أنا جيت سحبته لأعلى إذن إذن شو راح يعطيني ولي وراء يحرج على وراء في عندك قوة هون اسم K X مظبوط وراء ليش لأنه لأنه الأول تذكر الوزن التحث نعم هاين مرة عملنا عكس الوزن فبالتالي عملنا الحركة عكس البزن شو بدي يصير عندي الآن Summation Moment هاي فوق هلس خلصت Summation moment about B شو بدي تساوي يعني هون في عندك KXستatic KX العادية لا لا ما فاهم فاهم احنا بنحكي شو بتساوي في الكاينتكس في المومنت العادية شو بتساوي تخيلي الجسم متكون من قطعتين صح ولا لا كون من البلوك إذن أنا البلوك بعمل شو نوع الحركة اللي بعملها البلوك Tangential motion اللي هو كيرب الموشن البلوك بعمل كيرب الموشن أوكي أنا بقدر أحكي إنه بتساوي Summation moment Kynetic about B طب خلينا نفصلها هاي ليش أنا كتبت هيك لأنه I للبندرود صفر I للبندرود بتساوي صفر تمام وهذا البلوك شو المومنت انير شايله حوالي النقطة B بقدر أعتبره كنقطة معينة تمام بلوك صفر يعني في عندك طريقتين للحل يعني باستخدم هاي المعادلة أو بس بحكي Summation moment B تساوي I total نضروبه في ألفة طب كيف I total هاي حوالي النقطة B طبعا كله بما أنه البندرود ما فيه المومنت انير شايله لأنه حكي نقل بالماس إذا مين رح يعمل المومنت انير شايله هذا البلوك طب هذا البلوك ما أصلا يعني شو المومنت انير شايله ما بعرفش أصلا شايله طب اعتبره عبارة عن particle أو concentrated block طب التالي شو رح يعمل I للبلوك شو بتساوي I about its gravity هاي بنا نسميها صفر تمام plus MD تربيع هاي صفر شو بتساوي شو الMD الماس تاعت البلوك نضروبه في الدستانس لي ايش كانت هون point 2 تربيع تمام هاي طريقة طريقة تانية بعمل kinetic moment التنتير رح يقدوك لنفس الجواب رح تشوف الآن بعمل kinetic moment خلينا نشتغل على kinetic moment يعني هون بتصير لما أنه I ألفة للبنترود خلينا نكتب I pin trود equal zero معروفة لأنه نقلب الماس طيب إذن أي معادلة منهم صحيحة خلينا نكمل summation moment عندي النقطة B شي شي بيعمل moment أول شي نفس الفكرة فترة المرة ماضية point 2 Mg وهاي minus point 1 Kx static تمام هاي كيف تعمل moment Kx نضروبه في point 1 زائد زائد يعني موجبة تمام هيك رح تكون إذن رح تكون عبارة عن summation moment about B ساوى summation kinetic moment about B رح يكون عندي point 2 في Mg minus point 1 Kx static هم رح يلغوا مع بعض واضحة plus point 1 Kx بدها تساوي I رد ألفة زائد السيستم اللي بتحرك هذا البلوك شو معها معها acceleration مع هذا acceleration هذا البلوك في ال-Y تمام أو بال-Tangential خلينا نسميه لأنهم باحتمال يعني يكون مش بال-Y نسميه tangential أوكي وبصير يعني نسميه بال-Y tangential لأنه نحن بنوخد لحظة جدا يعني theta رح تكون صغير كتير ممكن نحكي AY أو A tangential بدك إياه نضروبه في distance X طيب هاي صفر هالدولة التنين بلغوا بعض شو ضل عندي point 1 K X بدها تساوي M بتاعة البلوك شو ال-acceleration هاي السيستم هيك بعمل acceleration هيك شو acceleration نحن لاكس عفوا نحن مش هيك بعمل acceleration نعلى شو بتكون point 2 alpha R في alpha فبالتالي بس شوف لي alpha positive ولا negative alpha هون negative نيجاتف لازم احط negative هون تمام بقدر احكي point 1 في K في X بدها تساوي point 2 تربيع نيجاتف طبعا M alpha X point 1 sine theta اللي منها X بتساوي point 1 point 1 point 1 okay 0.1 theta بدها تساوي minus 0.2 تربيع في الماس theta double د إذن أصبحت معادلة theta شو رأيكم نعوض الأرقام منشان يعني تكون معادلة يعني هيك مرتبة كيف نعوض أرقام نعطي الماس هون هون عندي نقل لي واحدة على الطرف الآخر منشان ما تضل negative كل theta على الطرف هنا بتسين عندك point 2 تربيع مضروبة في 12 مضروبة في theta double plus point 1 تربيع مضروبة في K في theta بدها تساوي 0 منشان نوجد omega n شو حكينا شباب بدنا ساين وساين شان omega n شو حكينا double شان نوجد omega n كيف بدك تعمل نرجع لأول معادلة طلع لك كيف بتكون omega n خلينا نرجع لأول صفحة كيف بيكون شكل معادلة طلع كيف بيكون شكل معادلة هاي theta كيف بيكون شكل معادلة في اشي مع theta double dot في معاملة theta dot لا 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 اذا بدي اقسم على المعامل تاعة theta double dot اوكي factor theta double dot او coefficient بدي اقسم عليه شو بيصير theta double dot plus point one في 320 طبعا قيمة k تربيع هاي في point two تربيع في 12 12 theta شو بتساوي صفر يلا حسبولي كم بتطلع هون عندي اذا theta دا بلدد بتطلع plus بقا حسبوها 6.6 اشي زي هيك ما رح بعض طلاب 6.67 ثيتا بتساوي صفر اذا اوميغا n شو بتساوي جذر المعامل هون 6.67 6.67 لا بتساوي 2.6 رابر شفنا كيف تسلسل فبالتالي اذا واحد جبنا له السؤال هذا بكل اوميغا n بتساوي k على n شوف شو خسر اول شي خسر الاشتقاق بالعاد بيكون عليه 3 خمس تمام فبالتالي نوجد النتشرا البرiod of vibration for this system خلي نشوف النتشرا البرiod of vibration شو النتشرا البرiod يعني T النتشرا البرiod 2.2 2.2 صحيح هاي هاي الناتشرا البرiod of vibration يعني في ديوغ 2.2 seconds لما كان هون يتحرك لفوق يتحرك لفوق يتحرك لفوق متل هيك ورد يرجع فهذه رد يرجع لتحت هاي الطريقة هذا يعني هادي واحد تحت اثنين هاي ثلاثة ورد يرجع لما كان واحد هاي هاي شو معنا يعني كم هاي بالأربع خطوات توصل لخطوة الرابعة بيكون 2.2 2.4 seconds هاي عنده أي استفسار على هذا السؤال لا دكتور بقية الزملاء ندر واضح دكتور واضح الله أعطيكم الله طيب نتكمل على الآن على سلايدات نشوف احنا هيك خلصنا موضوع اسمه اندام بثري فيبريشن شو اسمك ممرة اندام بثري فيبريشن طيب بدنا نيجي خلي قوة اللي هي تعمل فيبريشن كيف قوة سمح لكم الفيبريشن اللي ناتج عن قوة خارجية مشان يكون الفيبريشن او مشان هاي القوة تعمل الفيبريشن شوفنا الامجي ما بتعمل فيبريشن يعني الويت ما بيعمل فيبريشن مشان يكون عندي أنا القوة اللي تعمل فيبريشن فالد لازم يكون معها تردد كيف تردد؟ يعني لازم تكون بالصيغة التالية. مش شرط سين ممكن تكون فوس تساوي عندي فوس بتساوي F نوت. طبعاً F نوت عبارة عن قيمة. يعني 10, 20, 100, 200, 0.2, 0.5 يعني كيلو نيوتن نيوتن البتكية ايش كمان معها؟ كوسين أوميجا نوت تي. مش شرط تكون سين. ممكن تكون كوسين. تمام؟ هذا الاكسايتمنت باستخدام الفوس انه السيستم تعرض الى فورس خارجية مترددة. عفواً يعني vibrational force او نسمي احنا oscillating force. هي مع harmonic motion. فشو بتعمل هون عندي؟ بتعمل vibration. كيف بالظبط؟ كأني أنا أعطيتها input وبدأ شو بالظبط شو output. في free vibration شو الimput كان فقط؟ كان عبارة عن initial condition. هاي الimput في free vibration. تمام؟ أما في force vibration زي لا سمح الله الهزة الارضية بتعطي input للمبنى. تمام؟ تعطيك vibrational او نعم vibrational force oscillating force او displacing displacement بتشوف شو الناتج راح يكون عنا. فبتالي نشوف الresponse طيب شو الresponse؟ هذا بدنا نحدده احنا وياكم ابتداء من الان ونمشي في ما راح نقومي اليوم راح نخلص محاضرة جاي. فبالتالي خلينا نبدأ بداية بالبلوك اللي درسناه اول شي السيستم له spring block diagram او spring block system ونعرضه لفورس خارجية شو مقدار هاي الفورس خارجية ما بعرف يعني ممكن نحطه بالرموز اف نوت ساين اوميغا نوت هاي الفورس خارجية جيد طيب السيستم شو بتعرض له free body diagram خلينا نعمل free body diagram هنشوف free body diagram للسيستم شو free body diagram للسيستم هاي طبعا في عندي انا هون weight في عندي normal force هاي بال wide direction بالعادة weight بالساون normal force لانه في هذا السيستم فقط الweight عفوا البلوك ما بتحرك في الwide direction ممكنه كمان شوي نشوف البلوك ساي هيك كمان مرة التنين بتحركوش مع بعض لانه احنا فقط ندرس هون one dimensional vibration one degree of freedom يعني بس باتجاه واحد تمام طيب هذا السيستم تعرض له هيك ومعه قوة خارجية طبعا هاي القوة الخارجية شو بتحاول بتسحب الزنبرك او البروب الجاه هو spring شو بحكي له معاكس وين راه يحرج على ورا تعطي kx دوما spring force او القوة الناشية في spring معاكس الى حركة مين بتأثر على system عفوا معاكسة يعني action reaction طب التالي شو بتصير المعادلة بكل بساطة summation force بالوا x direction بتساوي m ax شو فيه forces بال x direction في minus kx بدها تساوي اه لا فيه كمان قبلها minus والأبلاث هنا f note sine omega note t شو بدها تساوي m x double dot لاش حطيت x double dot لأن acceleration second derivative للx اوكي هذا اللي حطيته انا بالظبط طب شو بده اعمال نفس الفكرة بده عيد ترتيب المعادلة طب منشان تعيد ترتيب المعادلة بتكون real differential equation لازم احط المتغير لحال لازم احط لحال شو بصير عنده معادلة بتصير m x double dot plus k x بده تساوي f note sine omega note t that's good كمان مرة منشان انا تكون عندي المعادلة يعني بالform الطبيعي لازم احلي المعامل او الفاكتور تاع x 0 عفوا 1 فهي بقسم على الماس احي قسم على الماس اذا شو جيت هنا نفس السيستم السابق اللي هو omega n بتساوي جذر k على m لهاي السيستم شفنا بالسيستم الثاني مختلف اوكي فبالتالي هون اصبحت المعادلة x double dot يعني خليني مسح high x double dot بتساوي omega n high high force not mass هاي معالة جديدة شو اسمه هاي المعادلة شباب شو برأيكم اسمه هاي المعادلة هاي الصغة الجديدة صغة السابقة كيف كانت كيف كانت المعادلة السابقة x double dot plus omega n x بدأ تساوي صفر هلا صارت x double dot plus omega n x بدأ تساوي عفنوط على 5 omega not t شو برأيكم شو الاختلاف ما بين المعادلتين اللي درس differential يحكينها شو الاختاب بين معادلتين الاولى شو بنسميها second order homogeneous differential equation طب التانية non homogeneous non homogeneous ليش non homogeneous مش بتساوي صفر هون صار عندي function هذا function هو اللي بيأثر اللي بيعمل يعني اللي بغير معادلة وبغير الحركة احنا بنحكي عن الحركة فبالتالي هذا function هو subject المهم جدا في هذا section هذا function كيف انا بدي احل هاي المعادلة كيف كنت تحله بالmathematics هاي المعادلات كان يجيكم هيك ويداش فنذكركم أنا ما كانش يحكم موضوع الحين كان يجيكم ويداش بلس مثلا 2 y يبتساوي 2 sin x كانت تجيك هيك y طبعا y function of x هيك كانت بالmathematics بس هون احنا معتكيها بالtime بدل double ويداش معتكي double x double dot عفوا شو كنت تحكي كيف بنحل هاد السؤال كنت تحكي اوكي هذا الترم بحلوله حاله هذا الترم شو كنت تعمل حو بحلوله حاله بساوي صفر بسمي حل complementary اي مظبوط بساوي صفر بسمي حل complementary solution ونسميها yc complementary solution اوكي هذا بيشبه حل الاول اذا السيستم اللي صار عندي انه في two types or two efforts موجود او two effects effect natural vibration هي هاي والeffect اللي بدي وجدها الان particular خاصة جدا شو اسمها particular solution بسبب من القوى الخارجية اذا صار عندي two effects effect natural vibration تمام والeffect external vibration او force vibration طب كيف بدنا نوجد ال xp هاي كنت تفرض انه الحل xp بساوي ايش capital x نفس هاي sine omega 0t يعني بهذا السؤال اللي كنت تحكي y بتساوي yp بتساوي constant كنت تسمي بي ولا capital y مش عارش كنت تسمون capital y sine x وشو تعمل تشتق هاي المعادلة مرتين وتعود بالsystem يعني تشتق هاي المعادلة وتعودها هون تمام هذا بنسمي particular solution انا اللي بحكي حاليا عبارة عن differential equation ما عم بحكي عن dynamica حاليا اوكي ولكن برتبط لك differential equation بالdynamica كيف انه الجزء الاول حل الاول complementary solution هو تأثير natural vibration free vibration طيب الجزء الثاني هو تأثير force vibration الvibration المؤثرة بسبب وجود الفورس الخارجية تمام فالحل هو combine both solution xc and xp اذا الحل شو صار عندي xp plus xc طيب طبعا اوجد اوجد انا في عندي فقط two boundary condition بوجد منهم alpha ولكن عندي انا المعادلة بقدر اشتق مرتين واعوض ها بالdifferential شو بتصير هاي xp بتساوي x omega not تربيع sine omega not t نعود بالمعادلة شو بتصير كانت x بتساوي xp بتساوي x omega مش omega ولا x sine omega not t فالمعادلة كانت كانت المعادلة x double dot plus omega not x بدا تساوي f not على m sine omega not t طب خلينا نشوف x هنا شو قيمة x double dot capital x omega not تربيع sine omega not t plus omega n تربيع طبعا هاي في x نضروح في sine omega not t بدا تساوي f not على sine omega not t هون احنا 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 صارت omega not تساوي 0 يعني ما فيش vibration مش 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 عندك المعادلة بالشكل بالشكل التالي اختص لي هاي اختص لي هاي شو بتصير تصير معادلة بكل بساطة الواضحة مامك section بعدين وصفح بعدين هذه المعادلة تمام خرجت عامل مشترك اوميغانوت خرجت عامل مشترك وبدأت في الحالة تمام هاي الطريقة اللي انا اوجد فيها كما مرة كانت عندي اذا بتحبو ارجع له نحن نرجع لهون اختص لي هالدولة شو بتصير معادلة خرج لي اكس عامل مشترك اكس بدأت تساوي كي على ام ماينس اوميغانوت تربية شو بدأت تساوي اف نوت على ام طيب شو بنعمل الآن بدنا نخلي اكس لحالة بتصير اكس بتساوي اف نوت على ام مقسومة على اكس على ام ماينس اوميغانوت تربية الاكس على ام ش هي عبارة عن ايش اوميغانوت تربية اوميغان تربية عفوا سير اوميغان تربيع خرج لعام المشترك اوميغان تربيع سير او قسم للطرفين على بالذكية على اميغان اكس بتصير افن على ام خارج اوميغان نقسوم على واحد ماينس اوميغانوت على اوميغان اللي هو معادلة الموجودة امامك هاي الصلاة تمام كيف صارت كي لانه هون يعني هي بالضبط كانت ام مقسومة على تحت اوميغان تربية طب اوميغان تربية بالاصل شو بتساوي تساوي كي على ام فالام اختصرت مع الام والكي طلعت فوق فصارت المعادلة اللي امامك تمام هاي بسميها المرة جايب هاي هي بالضبط يسميها The Ampitude of Steady Vibration وليش سميت Steady نحكي فيها المرة القادمة هدا عندو عايز بصار على هادا السكشن على السؤال السابق على ايش معين لا دكتور لاتيك العافي السلام عليكم لاتيك العافي دكتور الله عافيك السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة